للاطلاع من كثب على واقع قرى وتجمعات الأغوار الشمالية وما تشهده من تحديات وانتهاكات إسرائيلية نظمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباص جولة تفقدية لعدة مناطق في الأغوار الشمالية اليوم بتعليمات السيد الرئيس سنفذل كل الجهود الممكنة وكل الدعم الممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هنا في الأغوار لتمكين الناس ودعم سمودهم على هذه الأرض أولا وثانيا المطلوب من الكل الفلسطيني من كل المؤسسات من الكطاع الخاص الأغوار هي سلة فلسطين وسلة سلة الغذائية لفلسطين فبالتالي المطلوب حتى من الكطاع الخاص فعلا أن يستثمر في هذه الأرض أن يمكن أيضا ويدعم سمود المواطنين هنا هناك استهداف كبير لمناطق الأغوار الشمالية نحن ننقف على بير لأحد المواطنين قام الاحتلال بردمه أطلعنا معاني الوزير على القضايا الاستراتيجية التي يعاني منها المواطنين الاستيطان الرعوي مصادرة الأراضي هدم البيوت وسنكمل الجولة لكل التجمعات البدوية لكل المناطق الجغرافية في محافظة طباس جاءت هذه الجولة التي انطلقت من قرية العقبة حيث البئر المهدمة في منطقة المخبة مرورا بقرية كردلا وتجمعي الفارسية والحمى ووصولا لخربة حمصة للاقتلاع على احتياجات المواطنين وإمكانية تطوير سبول عيشهم قدرا المستطاع في إطار تعزيز سمودهم وتثبيتهم في أراضيهم أمام مطامع الاحتلال ومستوطنيه هذه الأغوار مستهدفة منذ السنين الأولى لاحتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام 67 فبالتالي كل هذه السنوات طويلة أكثر من خمسين عام ولا زالت هذه الحكومة وقطعان مستوطنيها وما تدعى الإدارة وكل أضرع هذه الحكومة تحاول السيطرة الأغوار لكننا لازلنا نرى كل المواطنين الفلسطينيين وكل التجمعات والكرة لا زالت صامدة رغم حجم الإجرام حجم التنكيل بالمواطنين في الآوينة الأخيرة تشهد الأغوار سياسة تطهير عرقي مبطنة ومتسارعة تصاعدت حدتها بشكل ملحوظ في تحالف واضح للاحتلال بمؤسساته كافة ومخالف للقوانين الدولية بغية شرعانة الاستيطان وتطبيق مشاريع الضم والتهجير من الأغوار الشمالية مي المصري تلفزيون فلسطين